إلى المأساة المسجلة في عرض البحر الأبيض المتوسط حيث تم انتشال جثة أزيد من سبعين مهاجرا غير شرعي في عرض السواحل الليبية وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراط اليوم أن ستة وسبعين جثة تشيلت حتى الآن من الموقع الذي غرق فيه مساء الخميس زورق كان يقل نحو ثلاثمائة مهاجر قبالة السواحل الليبيا ولحسن الحد ما إنقاذ مئة وثمانية وتسعين مهاجرا غير شرعي آخر